أصباغ هشام سوف نتعلم اليوم يا أصدقائي حرف الغي غين حرف الغي غين غراب غين غراب غراب حرف الغي في أول الكلمة غين غزال غين غزال غزال حرف الغي في أول الكلمة غين غين رغيف غين رغيف غين مغناطيس غين مغناطيس مغناطيس حرف الغين في وسط الكلمة غين صمغ غين صمغ صمغ حرف الغين في آخر الكلمة غين فراغ غين فراغ فراغ حرف الغين في آخر الكلمة هيا يا أصدقائي لنكتب معا حرف الغين نكتب حرف الغين هكذا أحسنتم هيا لنكتب حرف الغين مرة أخرى رائع لقد تعلمنا كيف نكتب حرف الغين أحسنتم أحسنتم يا أحسنتم درسنا لهذا اليوم هو أصباغ هشام لنقرأ الدرسة هشام رسام عنده علبة أصباغ سألت ميسون ماذا تصبغ يا هشام قال هشام أصبغ الصورة بالأصباغ عنده علبة أصباغ أصباغ حرف الألف في بداية الكلمة أ أص حرف الصغر في وسط الكلمة أصبغ حرف الباء في وسط الكلمة مد الألف أصبغ أيضا حرف الغين في آخر الكلمة إذن نلاحظ أن حرف الغين يقع في آخر الكلمة ماذا تصبغ يا هشام تصبغ حرف التأ في بداية الكلمة تأ تص حرف الصغر هنا في وسط الكلمة تص بو حرف الباء هنا في وسط الكلمة تص بو حرف الغين في آخر الكلمة و وهو مضموم تص بو إذن تص بو إذن نلاحظ هنا نلاحظ أن حرف الغين يقع في آخر الكلمة إذن تص أصبغ أصبغ صورة بالأصباغ أصبغ حرف الألف في بداية الكلمة آ أص حرف الص في وسط الكلمة أصبغ حرف الباء في وسط الكلمة أصبغ حرف الغين في آخر الكلمة إذن أصبغ بالأصباغ بي حرف الباء في بداية الكلمة ومن ثم اللي التعريف بل بل آ بل آ بل أص بل أص بل أصبا ثم مد الألف ثم حرف الغين إذن بل أصباغي بل أصباغي إذن بل أصباغي أصبغ صورة بل أصباغي هشام رسام منوع التنوين في كلمة هشام تنوين الضم لماذا وضعنا الشد على الحرف حتى لا يتكرر حرفا منوع التنوين في كلمة رسام تنوين الضم عنده علبة أصباغ نلاحظ أن حرف الهائي يقع في آخر الكلمة عنده علبة أصباغ أصباغ نلاحظ أن حرف الغين يقع في آخر الكلمة ما نوع التنوين هنا؟ تنوين الكسر سألت ميسون ماذا تصبغ يا هشام تصبغ نلاحظ أن حرف الغين يقع في آخر الكلمة قال هشام لماذا وضعنا النقطتين هنا بعد القول أصبغ صورة بالأصباغ أصبغ نلاحظ أن حرف الغين يقع في آخر الكلمة أيضا الصورة اللام هنا هل هي شمسية أم قمرية؟ الصورة إذن لام شمسية لأننا لم ننطق اللام وكذلك أيضا أن الحرف الذي يلي حرف اللام هو حرف مشدد وبالتالي اللام هنا لام شمسية بالأصباغ نلاحظ أن حرف الغين يقع في آخر الكلمة شكرا لإضغائكم